المصريين بيصطفوا في طوابير قدام 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم وده للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية في مشهد بيعكس حرص الجاليات المصرية على أنهم يشاركوا في بناء مستقبل بلدهم خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن إزاي المصريين في الخارج بيتعاملوا مع فكرة الوطن مع أهمية المشاركة مع كونهم مصريين مع أن ده مناسبة أنهم كلهم يلتقوا ويذهبوا لطوابير الانتخاب إزاي ده بيكون موسم أو عيد زي ما بيسموا عيد للمصريين في الخارج فقرارنا النهاردة مع الدكتورة أمل طلعت هي رائدة أعمال في سلطنة عمان عاشت فترة في دول الخليج خلينا نتعرف عن تجربتها ونشوف إزاي المشاهد دي أثرت في حياة المصريين في الخارج برحب بك أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك كيفا خلينا نعرف إزاي الاستحقاقات الانتخابية بشكل عام بتبقى مناسبة المصريين يلتقوا يذهبوا للسفارة إزاي ده بيبقى عرص انتخابي حقيقي إزاي هما بيتعاملوا مع هذه الفكرة وخصوصا فإن ممكن ما يكونوش بيتقابلوا خالص يعني العيد عندنا العائلة بتتقابل لكن الانتخابات عندنا المصريين بيتقابلوا شكرا للاستضافة وفرصة صعيدة قوي أن أكون موجودة معاكم شرف كبير في المناسبة الصعيدة دي أنه الاستحقاق الانتخابي ده مناسبة مهمة مناسبة وطنية يمكن المصريين مش بيلتقوا مع بعض بالعدد ده أو بالوقت ده أو بالالتزام ده في الأعياد والمناسبات قد ما بيلتقوا في الانتخابات فالانتخابات دي بتبقى فرصة سعيدة فرصة كويسة أنه نبين ونظهر التلاحهم الانتماء الوطني انتماء المصريين لوطنهم حتى وهم خارج الوطن في الحقيقة أن الناس كلها بتبقى حريصة كل الحرص على حضور الانتخابات والإدلاق بصوتهم وأنه كل واحد يقول ويشارك ويوصل صوته ليه دكتور هم مسافرين والبعض قد يكون مهاجر مش بيرجع كتير أو بيجي بس في الزيارات ليه حريص قوي أنه هو يشارك في بناء مصر الجديدة وأنه هو يحدد مين اللي هيبقى موجود لقيادة مصر ممكن بس أصلح مفهوم لأنه حضرتك بتقول ليه احنا بعيد الناس الجليات بتبقى بعيدة لكن على فكرة اللي بيوضح قد إيه انتماءنا وحبنا للوطن هي المناسبات دي احنا بعاد كمسافة لكن مش بعاد عن بلدنا حبنا للوطن وانتماءنا للوطن ووطنيتنا هي جوانا احنا مهما سافرنا وبعدنا بس كلنا رايحين جايين على مصر قليل قوي اللي بتلاقيه يقول أنا قاعد بقالي سنين منزلتش مصر لكن أنا من وجهة نظري لا هو الصح أني أنا لازم أكون متواجدة وحريصة كل الحرص مش بقول لولادي حبوا وطنكم وهم ما شفوهوش وهم ما منزلهوش لا احنا بنحرص دايما أننا نتواجد في مصر ننزل مصر حبنا وانتماءنا لمصر سواء داخل مصر أو خارج مصر فده بيظهر بيظهر جامد لا احنا بعيد ولكن وطنيتنا بتطلع قوي وبتظهر قوي في المناسبات دي خلينا تعرف على الجالية المصرية في سلطنة عمان يمكن يعني مش مشهورة مثلا زي الجالية المصرية في الكويت في السعودية تعدادكم قد أهم الوظائف عندنا مصريين مش تعملونهم أكاديميين عمال في سلك التدريس في أطباء يعني عرفينا كده على الجالية المصرية في سلطنة عمان في الحقيقة أنه الجالية المصرية العدد لا يقل عن 80 ألف مواطن مصري في سلطنة عمان طيب 80 ألف دي عدد مش هين مش بسيط طبع وعلى فكرة هو من كل الفئات والحمد لله في أطباء ما شاء الله أطباء ومدرسين جامعة ومهندسين وفئات العمال كمان بكل الفئات موجودين المصريين في سلطنة عمان بيقودوا ازاي وبيجتمعوا ازاي أكيد في السفارة المصرية في نادي الجالية المصرية النادي الاجتماعي في ناس بتجتمع كده في ناس بتجتمع بيعرفوا بعض وبيتقابلوا لا جالية مصرية سبتة نفسها بس أنا سعيدة على فكرة أننا بدأنا نركز حضرتك قلتي جاليات في بعض الدول معروفة أكتر عن عمان أنا سعيدة جدا أننا في الانتخابات الرئاسية دي بقى اسم سلطنة عمان والمصريين اللي في سلطنة عمان بقى بيتردد كتير ودي على فكرة حاجة مخلييني بالرغم من أنه ليه ظروف صحية ولكن مش بمتنع أبدا على أنه أتواجد لأنه اسم المصريين في سلطنة عمان متردد كتير وده خلينا كده حاسين بالفخر أنه إحنا بقى الناس مركزين معنا الأول لما كنا نقول في سلطنة عمان هو فيه مصريين في سلطنة عمان أيوه صح؟ ده حقيقي كتير قوي كانوا يقولنا هو فيه مصريين في سلطنة عمان هل بنقولي ثمانين ألف ده رقم يعني مفاجأة بالنسبة لي من هذا؟ رقم على فكرة مش مش قليل واسمحوا لي أنه يعني دايما نقول أن الأرقام بتقارن بعدد التعداد السكاني للبلد اللي موجودة فيها علشان نقدر بنحدد يعني الكثافة والتواجد بتاع الجالية صح حقيقي إحنا لبلد زي عمان أننا نقول تمانين ألف لا يقل عن تمانين ألف مواطن مصري لا على فكرة ده عدد كبير بالنسبة للسلطنة واسمحوا لي أني أوجه الشكر لسلطنة عمان أهلها وناسها وقيادتها الحكيمة لأنه إحنا عيشنا فيها شعب مسالم شعب مصقف جدا دولة فاعل ومنتج فاعل ومنتج وهو شغال على نفسه على فكرة يسمونها سويسرة العرب نعم ده حقيقي هي محيدة حكيم العرب الله يرحمه وجلالة السلطان كبوس وجلالة السلطان هيسم الآن يعني هو كان معروف عنه أنه حكيم العرب فهو فعلا ده حقيقي يكفي أن أنت عايشة في دولة كل واحد بيدخلش في ما لا يعنيه أي خلينا ناخد بقى يعني المنظر الجميل جدا ولافت نظر جدا أمام لجان الاختراع الفئات العمرية اللي موجودة قدام لجان الاختراع إحنا شايفين تنوع في الفئات العمرية جرت العادة أنه بيبقى يمكن فيه نوع من أنواع العزوف بعض الأحيان للشباب لكن إحنا المرة دي شايفين اختلاف في الفئات العمرية اللي موجودة شفنا العوائل شفنا الأطفال شفنا المسنين شفنا الرجال شفنا كل الفئات العمرية وعلى فكرة ده واضح من يوم الخميس في سلطنة عمان فيها 11 محافظة الحداشر محافظة فيهم من ضمن المحافظات محافظة زفار محافظة زفار بتبعد عن العاصمة مسكت اللي فيها مكر السفارة المصرية تقريبا لا يكلها عن 1200 كيلو يعني 1200 كيلو رايح و1200 كيلو جاي الجالية المصرية خرجت من محافظة زفار من سلالة يوم الخميس بالليل عشان توصل مسكت يوم الجمعة وتدلي بصوتها الأهالي والعوائل والكبير والصغير والأطفال والملاحظ كمان الشباب الشباب اللي هم فيه شباب في فئة اللي انتخابات انه يقدر يدلي بصوته وفيه شباب أقل من اللي يدلي بصوته موجود ومشارك وشفنا ده كله في الصور المرأة المصرية موجودة حصل ايه حصل تنسيق علشان الناس تقدر تاخد بعض مع بعض ويروحوا ويتجهوا يعني توفير مثلا اتفقوا مع بعض انهم يستقلوا وسيلة مواصلات واحدة انهم يقطعوا الطريق مع بعض في نفس الوقت يعني علشان يسهلوا على نفسهم مرور الوقت ايه اللي حصل؟ السفارة المصرية ونادي الاجتماعي للجالية المصرية عملوا أكتر من ندوة وعملوا مؤتمرين انهم بيتكلموا بيحددوا المهام وكل واحد مسؤول عن ايه حضرتك عارفة ان اي عمل موجود لما بنحدد المهام وكل واحد بيبقى عارف مسؤوليات ومهامه ايه خلاص العمل بيمشي بسلاسة بيمشي وبيكمل وبينجح كمان فده اللي حصل فعلا وبالفعل كان فيه توفير مواصلاته وعلى فكرة الحلوة بقى في المصريين وجدعانة المصريين بتظهر في الوقت ده الموضوع مش موضوع فيه بسات توصل ولا لأ الموضوع ان حضرتك بتلاقي المصريين تكاتف غير عادي مين رايح فين؟ مين يقدر يوصل مين؟ البسات موجودة؟ تمام بيقولوا البعض هنروح مع بعض كلنا البس هيتحرك في الوقت الفلاني اللي جيه في البس جيه واللي مجيش في البس بيقدر يجمع تاني السيدات المصريات حضرتك عارفة جدعانة بتاعتهم الرجال كمان على فكرة احنا بنلاقي في الوقت ده او المناسبات دي الوطنية بتاعتنا بتبقى بتبقى مناسبة جميلا كل زهرة زهرة قوي فالكل وصل والكل شارك الحمد لله سواء عن طريق الترتيبات او المواصلات اللي موفرنا السفارة ونادي الجالية المصرية او عن طريق الشخصيات نفسها او الجالية المصرية نفسها صحيح دكتورة قوليلي يعني وزارة الهجرة يعني الجميع بيلحظ في الخارج ان يعني يمكن بدأ دورها يبقى اكسر حضورا واكسر قوة مع الجالية المصرية بقى في تعاون من القاهرة ممتد لكل عواصم واقلين من العالم نعم عملت ايه وزارة الهجرة معاكو في سلطنة عمان ايه الانشطة اللي يمكن مش مهدت الانتخاباتها الاسية اللي فعلا بتمدوا جسور ما بين الوطن وبين سلطنة عمان بصراحة وزارة الهجرة ليها دور كبير قوي وبالاخص معايا يمكن حضراتكم متعرفوش انا من عشرين واحد وعشرين من ايام معالي السفيرة مكانة وزيرة نبيلة مكرم في الحقيقة هم اللي تواصلوا بينا وهم ربطونا وخلونا فيه كمان يعني اكتر ما انت عندك انتماء ووطنية لبلدك بقى عندك اكتر لانه وزارة الهجرة بقت متواصلة معانا مش عاوز اقول لحضرتك احنا كنا موجودين على جروبات مع بعض معالي الوزيرة موجودة معانا والحد الان على فكرة معالي الوزيرة السفيرة سوها الجندي كما تم من قبل بيتم الان ويمكن اكتر تم حضرنا كان ليا الشرف اني اكون تم اختياري في مبادرة فخامة الرئيس مصرية بمئة راجل من عشرين واحد وعشرين عن طريق وزارة الهجرة فوزارة الهجرة لها فضل كبير بصراحة علي ولازم اكرروا اعترفوا دي فرصة كويسة ان اشكرهم ادونا فرصة واتحولي الفرصة بقى اني اكون ضمن الوفد المرافق لمعالي الوزيرة في جولتها ايه عملوا ايه يعني اجروبات الواتساب بتشتغل على ايه ايه الدعم عمل ازاي المسابقات الانشطة يعني الانشطة والمبادرات كمان في مبادرات مبادرة اللي انا دخلت فيها دي مبادرة من المبادرات مش انا بس ده اكيد فيه سيدات كتير غيري المبادرة دي اللي احنا دخلناها حضرتك انا لما نزلت مع وزارة الهجرة وزارة الهجرة عملونا جولة شفنا بلد عاملة ازاي ودونا أماكن على فكرة ودونا العاصمة الإدارية ودونا الوحاة ودونا كل مكان كان بيفتتح كنا بنكون موجودين فيه ودونا الأليوبية شفنا حياة كريمة الحاجات دي كلها الوزارة هي بتحرص كمان احنا بنقدم لو في مشكلة بتعمل معنا زوم على طول احنا متواجدين مع معالي الوزيرة في زوم عن طريق زوم بتشوف طلبات الناس ايه مبادرة السيارات اكيد محدش هي هو ده اللي احنا نتكلم عليه ربط المصريين في الخارج بالداخل هو ده السبب في الانتماء الشديد والشعور بالبهجة اللي احنا شايفين والحرص على التواجد أمام لجان الاقتراع كل شكر لك دكتورة أمل طلعت رائدة أعمان في سلطنة عمان عمان ودول الخليج أهلا وسهلا شكرا جزيلا